لا تخلو حياة كل منا طبعا المواقف المحزنة وناجب عنا فقدان من نعزهم عند وفاتهم وفراقهم أو فراق من نحب لأي سبب كان وأكيد هو ما يخلف بالتأكيد موجة ألم صعبة أو صعبة تحملها في الكثير من الأحيان والحديث أكثر حول طرق تجاوز مثل هذا النوع من الألم يسعدنا أن نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا في الأستوديو الدكتور وليد السحيباني استشاري الطب النفسي أهلا وسهلا فيك دكتور وليد أحيالكم الله وحلا يحيالكم مشاهدينا الكرام بداية خلينا نعرف علم النفس أو علم النفس لما نجد نتكلم عن الألم أو ألم الفقد بالتحديد دكتور ألم الفقد يحصل من الإسم حين فقد أي شيء وهو يطرق بالعادة على فقد الإنسان في الغالب في الوفاة وعبارة عن أعراض نفسية متتالية تحصل بعد فقد أي شخص عزيز على الإنسان طبعا الأصل فيها أنها تعرف فقد إنسان طبعا ممكن يشمل الفقد برضو أشياء أخرى مثل فقد مثلا الإنسان لبعض الناس اللي يربون حيوانات إذا فقدوا فقد مثلا وظيفة فقد علاقة مثلا أو صداقة زي المعينة فقد مثلا مدينة معينة كان الإنسان يحيش فيها بعدين انتقل إلى فقد البيت فقد البيت هذا كلها قد تندرج على الأشياء التي ممكن يكون من ضمنها فقد أو حزن الفقد طيب دكتور وريد خليني أسألك ألم فقدان شخص بسبب وفاة ولا ألم فراق شخص رغم أنه حي وش اللي أصعب نفسيا؟ ليست واحدة بمعنى قد يكون فراق شخص حتى لو هو حي أشد ألما على الإنسان واللي يحكم في هذا علاقة الإنسان بالشخص المفقود سواء كان فقد عن طريق الوفاة أو فقد بما أنه انقطعت العلاقة لأي سبب تم إنهائها بأي سبب مثلا طلاق صداقة مثلا انتهت انتقال مدينة لمدينة القياس ليس واحد بمعنى أنه قد يكون فقد شخص حي أحيانا أكثر ألما لبعض الأشخاص وأحيانا لا قد يكون لا ما هو مؤلم مثل فقد شخص مثلا بالوفاة أنا دكتور وريد أحس أنه أكثر شيء فقدان إذا كان هو حي وعلى فراق يعني الفقدان الموت فهذا خلاص قدر ربي أنا بتعايش معه شهر شهرين يوم يومين قال لي هو أنا بتعايش معه بس الفراق يعني هي اللي أحسها هنا صعبة أن الواحد صعب أنه يفارق شخص أو صديقة أو زميلة أو حتى بيت أو أخوان يكونون معه صحيح أحس أنه أذى للنفس الأذى أو الأثر على النفس أو على نفس الإنسان مختلف بمعنى أنه ممكن يكون بنظرتك هذه صحيحة أنه والله الفقد هذا قد يكون أكثر ألما وممكن يكون لا أخف ألما لأنه الإنسان قد يكون أعزاؤه أن الإنسان هذا موجود عايش أعزاؤه أنه والله المدينة التي أنا تركتها مثلا أنها ممكن أزورها في وقت لاحق مثلا الصداقة التي الآن انتهت أو أنها مثلا تقلصت بسبب مثلا لأي سبب ممكن أنها تعود مرة أخرى فقد يخفف هذا من أنه والله مقارنة بألم فقد مثلا للوفاة اللي ما فيها عودة زينا أحيانا لأنه ما فيها عودة اللي هي الوفاة قد تكون أكثر إلاما عند البعض من الناس مقارنة بفقد مثلا علاقة مثلا أو صداقة وكذا نعم طب دكتور خلنا نتكلم عن مراحل التقبل يعني إلي تتكلمنا ما هي مراحل التقبل تقبل فقدان شخص سواء لوفا أو فراق أو انفصال أو أي أن كان كمان في سؤال جدا مهم اللي هو ليش في ناس تتقبل وتكون هادية في تقبل الخبر وفي ناس لا تنهار في ناس يجيها نهير عصبي في ناس ممكن يعني تبدأ تصير تتخرف تبدأ تتخيل هذا الشخص معهم جالس أو يحاكيهم أو يرد عليهم الصوت فيلي تفسر لنا إياها نفسيا ليش الناس ممكن أنها تتقبل أكثر من غيرها والمراحل اللي إحنا نمر فيها المراحل اللي تحصل بعد فراق أي إنسان أو فقده يعني تم وصفها يعني من الناحية النفسية بعدة مراحل قد تكون أول مرحلة اللي هي الصدمة والإنكار بمعنى أن الإنسان أول ما يسمع الخبر ما يكون مصدق ما هو مستوعب أن هذا الشيء حصل وحيانا ممكن يكون في باله أنه لا ما هو صحيح رغم أنه حصل خلاص انتهى هذه إحدى المراحل اللي تكون بعد كذا ممكن الإنسان بعدها يكون فيه غضب شعور داخلي بالغضب بعد المرحلة اللي هي مرحلة الإنكار أو الصدمة غضب تجاه الحدث نفسه سواء غضب إنه ليش حصل أو غضب حتى على الشخص اللي فارقه الإنسان صح وبعد كذا تبدأ بالتلاشي هذا الغضب وينتقل لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة أنه الإنسان يرغب أنه والله يطلب الله يحاول أن هذا الكلام ما هو صحيح لعل وعسى تكون هذه الخبرية وأنه ممكن يرجع الإنسان وبعد كذا يدخل الإنسان في مرحلة اللي هي الحزن أو يسمونها الاكتئاب وبعد كذا تدخل في مرحلة التقبل الوضع طبعا المراحل ذي ليس بالضرورة تحصل عند جميع اللي يحصل لهم فقد حتى ممكن ما تحصل بالترتيب اللي ذكرته وكثير من الناس ممكن بعد الخبر أو بعد ما يسمعون الخبر يعني إلى حد كبير يتقبلونه بشكل سريع وهذا يختلف حسب يعني صلة مثلا اللي انتقل إلى رحمة الله به مثلا أب أخو والدة علاقتهم طبيعة علاقتهم مع بعض كل هذه تلعب دور في نتيجة أو العراض التي تحصل بعد الفقد زين والتي ذكرتها أنت في بعض الناس ممكن أنها يتقبل بشكل سهل سهلس ما يكون عندهم أي أعراض أو ما يتعبون بشكل كبير من الناحية النفسية وفي ناس لا قد يكون أثر الفراق أو أثر يعني هذا الحدث عليهم جدا يعني متعب ومؤلم زين طبعا إيش اللي يقتلب ليش هذا الإنسان يقتلب حتى أحيانا تلقاها مثلا بالأخوان مثلا أو الأخوات مثلا إذا فقدوا والدهم أو والدتهم زين لأنه إحنا كبشر تركيبنا النفسي يقتلب ويعني تقبلنا لما يحصل لنا من أحداث وأثرها النفسي علينا مهب واحد زين الأصل أنه نكون متشابهين الأصل أنه يكون التقبل هذا هو النتيجة النهائية لكن متى يحصل التقبل بعض الناس قد يأخذ أيام بعض الناس يأخذ أسابيع بعض الناس يأخذ أشهر أو سنوات لتقبل هذا الوضع الجديد دكتور وردس حبان إتشارة طب النفسي جدا سعيدين لوجودك معنا وإن شاء الله في فقرات ثانية رح تكون مطولة وأكثر في الأسئلة يعطيك العافظة بإذن الله إياكم الله وإياكم الله وإياكم مشاهدينا كرام مشاهدينا في ختام حلقتنا نذكركم في المشاركة في استفتاء برنامو سيدتي من خلال الهاشتاغ الظاهر أمامكم على الشاشة نشوفكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة